من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي شرق رفح وسراء القدس تؤكد أن المقاومة قادرة على تغيير معادلات الاحتلال القضاء العراقي يعلن قبول الشكاوى المستعلقة بالانتخابات والمفاوضية العليا تنفي إمكانية التلاعب من نتائج مسؤول سابق في مجاهدي خلق يكشف تلقي أموالا من الرياض ويؤكد أنها دعمت بولتن وجولياني ماليا أهلا بكم شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثمين شهداء سراء القدس الذين ارتقوا في قصف إسرائيلي لنقطة رصد للمقاومة شرق رفح سراء القدس أكدت أن الصراع مفتوح مع الاحتلال وأن المقاومة قادرة على تغيير معادلاته أحمد غان في مسير محمول ودعت غزة جثمين ثلاثة شهداء من سراء القدس الشهداء ارتقوا في قصف مدفعي لنقطة رصد للمقاومة شرق رفح بعد زعم الاحتلال تفجير عبوة ناسفة على الحدود يوميا بنقدم شهداء ومستعدين نقدم كمان شهداء إلى أن يتم تحقيق أهدافنا وتحرير وطننا مهما فعلت إسرائيل لأنها على باطل لم تستطيع أن تقهرنا وسنظل صامدون ومتحدون ونناظل من أجل أن نستعيد كل حقوقنا فصائل المقاومة أكدت أن الاحتلال بجريمته لن ينجح في حرف المصارع النجاحات مسيرة العودة وليتمكن من جر المقاومة إلى مربع التصعيد العسكري مشددة في الوقت نفسه على أن الجريمة لن تمر من دون عقاب إسرائيل مرتبكة أمام هذه المسيرات أمام هذا الحراك السلمي تماما إسرائيل مرتبكة ومنزعجة وبالتالي هي تحاول أن تقوم بجريمة هنا أو هناك لتقتل هذا الحراك ولتنقل الأمور وجهة أخرى هذه الجريمة هدفها الأساسي هو جر قطاع غز إلى معركة غير متكافئة في ظل موازين الكوى الحالية إن كان ما جرى اليوم هو تطور خطير من قبل الاحتلال الصهيوني إلا أننا لن ننجر إلى معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال حتى نفشل مسيرات العودة وهذا ما يسعى إليه الاحتلال من خلال الاستهداف المتكرر أصلا لكثير من المواقع القوى الوطنية طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة مؤكدة أنه يسعى عبر عدوانه لترميم صورته المهتزة أمام الجبهة الداخلية وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن دماء شهدائها لن تذهب هدرا وأن الجريمة سترفع فاتورة الحساب مع المحتل الذي لن ينجح في فرض معادلة جديدة تستبيح دماء أهل غزة من خنيونس جنوب القطاع أحمد غانم الميادين قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة أن واشنطن لم تنقل سفارتها من تلبيب إلى القدس الشرقية وفي تصريح لصحيفة الشرق أوسط شارل أن المنطقة التي افتتحت فيها السفار الأمريكية هي عبارة عن أحياء بسيطة في الجهة الغربية للمدينة التي احتلت عام 48 على حد تعبيره في غضون ذلك أظهرت دراسة حديثة أن الاحتلال غير المسميات العربية الأصلية لنحو 700 موقع تراثي وأثاري في القدس كشفت الدراسة وجود تدمير ممنهج لجميع المواقع التراثية والأثرية المسيحية والإسلامية في القدس وأوسط بضرورة تعميم هذه النتائج بعدد من اللغات حتى يتعرف العالم على سياسة التهويد المتبعة في تغيير معالم الأرض في القدس وتبديل المسميات ونبقى في القدس المحتلة التي استعادت بعضا من حضورها الثقافي والديني والاقتصادي كعاصمة للفلسطينيين رغم المؤامرات الإسرائيلية التي تعصف بها هناء محميد مئات الشبان يتسامرون في باب العمود في أيام شهر رمضان المشهد الطبيعي للقدس هذا سرعان ما أثار غيظة الاحتلال فمنع الجلوس على الأدراج وكانت هذه الحواجز لكسر رمزية المشهد ومعنويتها لكن لا شيء يكسر عنفوان هذه المدينة فهنا داخل الأسوار القديمة يتجدد سر الحياة في رمضان وبالرغم من كل ممارسات الاحتلال وعراقيله يصر الفلسطينيون على التجذر أكثر في القدس شهر رمضان شهر الخير والبركة والناس طبعا شهر عبادة فكلهم يأتي لكي الصلاة وكي العبادة يتفضل العبادة يعني فلازم يكون أحسن منه تتزين أزقة المدينة بأضواء الفرح الآلاف من الفلسطينيين يزورون المدينة ويؤدون الصلوات في الأقصى المبارك تنتعش الحياة التجارية بعض الشيء وكذلك تدب الروح في الثقافة والفنون الشعبية والدينية هذه الاحتفالات هي جزء من صمودنا في هذا البلد هذا العمل هو جزء من ثباتنا على هذه الأرض لأنه هو جزء من تراثنا ومن حضرتنا على مدار السنين والأعوان فلا شك في هذا الكلام نحتاج إلى القدس كلها لهذه المسيات لأنه مضغوطين كثير كثير فيه مهما صار القدس إلنا لما نمشي بسواقع نحس إلنا إلنا وهم بتطلع علينا برغبة إنهم معهورين وهذا بس القدس بتضل إلنا وكل شيء إلنا فيها المؤامرات التي تعصف بالقدس وأهلها كثيرة لذلك يقول المقدسيون إنهم باتوا في أمس الحاجة إلى مثل هذه المناسبات والأنشطة ولا سيما في شهر رمضان والتي تثبت حضور القدس في الوجدان وفي أرض الواقع كعاصمة للفلسطينيين هنأم حميد القدس المحتلة الميادين أكد رئيس الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحالة الصحية لعباس تتحسن بشكل مستمر لكن موعد خروجه من المساشفة لم يتحدد بعد تشهد صحة السيد الرئيس تحسنا مستمرا وسريعا حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا والطاقم الطبي المشرف على علاج سيادة الرئيس في المستشفى الاستشاري العربي يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا لتحديد موعد خروج سيادته من المستشفى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنمين نتنياهو ناسرائيل لن تسمح بإنتاج سلاح في لبنان أو بانتقاله إليه من سوريا وفي مستهل جلسة الحكومة الإسبوعية زعم نتنياهو أن ذلك ياتي انطلاقا مما وصفه بمبدأ الدفاع عن النفس نحن نعمل من أجل منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المقابل نعمل ضد التمركز العسكري الإيراني في سوريا وكذلك نعمل ضد نقل السلاح الفتاكي من سوريا إلى لبنان أو إنتاجه في لبنان كل هذا السلاح مخصص لقتال إسرائيل ومن حقنا من مبدأ الدفاع عن النفس أن نمنع إنتاجه أو نقله أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أربعة مستشارين عسكريين روس وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على موقع للجيش السوري في دير الزورة الوزارة أوضحت أن المستشارين العسكريين الروس كانوا موجودين في نقطة للجيش السوري أثناء ثدافها من قبل المسلحين كما أشارت إلى أن الجيش السوري رد على الهجوم وتمكن من القضاء على ثلاثة وأربعين منسلحا ومن تدمير ست سيارات مجهزة بأسلحة ثقيلة إلى العراق حيث دعا رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية عادل نوريا الحكومة والجهات الدولية إلى عدم الاعتماد على نتائج الانتخابات لوجود أدلة موثقة على التلاعب بها على حد تعبيره من جهتها نفت المفوضية العليا إمكانية اختراق أجهزتها والتلاعب بنتائج الاقتراع هبا محمود مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانا رسميا يخاطب فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ويبلغها قبول الشكوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية المفوضية بدورها سارعت إلى الدفاع عن نفسها مؤكدة في بيان فوري أنه جرى نقل البيانات بشكل آمن ومرمز ولا يمكن اختراقها إضافة إلى تجهيزها خوادم بيانات جديدة لا ترتبط بأي شبكة داخلية أو خارجية وطباعة تقارير في محطات الاقتراع وتزويد مكلاء الأحزاب بها في اليوم نفسه المفوضية شددت أيضا على أن انتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين لا تمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع وأنه جرى إلخاء أعداد كبيرة منها بعد التحقق وورود الشكوى وفي بيانها رفضت المفوضية الحديث عن إمكانية اختراق بياناتها والتلاعب بنتائج الاقتراع معتبرة ذلك عاريا من الصحة وغير دقيق ومؤكدة استعدادها استقبل أي جهة حكومية أو قضائية أو تشريعية يتم تكلفها بشكل قانوني ودستوري لتزويدها بالبيانات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي أجريت مؤخرا وكذلك فإن المفوضية أبدت استعدادها لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث في إمكانية التلاعب بالنتائج مع أي جهة داخلية أو خارجية وفي الختام أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستحتفظ بحقها القانوني بمقاضة أي جهة أو أشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية أو بالتزوير فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد أفاد مراسل ميديمي وقوع اجتباكات بين قوات أمنية ومسلحين في مدرية المنصورة شمالية مدينة عدن جاء ذلك على خلفية اعتقال قوات أمنية تتبع فريق مكافحة الإرهاب المدعوم إماراتيا وليد الإدريسي شقيق القيادي الميدني في قوات الرئيس عبد ربو منصور هادي على خلفية كتابة شعارات مناهضة للإمارات على أسوار ميناء عدن يأتي ذلك غدت استشهاد تسعة مدنيين وجرح آخرين في غارة للتحالف السعودي على صنعاء وصعدة ملاك خالد لا حرمة لدماء اليمنيين ولا رحمة بأرواحهم غارة التحالف لا تفرق بين نهار وليل وصواريخه لا تعرف بركة رمضان ولا حرمة غيره من الشهور الناس ماشين لتجاه المغرب على الفضوء الفارق بين الخمس دقائق والست دقائق تفاجئوا مضرباً للمحطة في معنا مصاويب وفي معنا شهداء من المدنيين ومعنا أيضاً امرأة كانت ماشية في الطريق فوق زيارة وأصيبت أعتقد أنها توفت مشاهد الدم مهما تكررت تظل مروعة قبل المغرب أربع إلى ثلاث دقائق تم استهداف المحطة النموذجية التابعة لشركة النفط بثلاث غارات والرابعة سقطت في الخطة الثانية وقبل وصولنا نحن طاقنا الإنقاذ والإطفاء استهدف الطيران محاولة استهداف للمسعفين اللي كانوا بيسعفوا الجرحة فوق اثنتين السيارات كل من استشهد وجرح في استهداف طائرات التحالف في محطة الوقود هذه جنوب العاصمة صنعاء مدني بينهم أم وطفلها استشهدهم يظل مؤلما رغم نزيف الدم المستمر لنحو عشرة ألاف يمني قتلتهم هذه الحرب وفق تقديرات دولية ألاف الأطفال اليمنيين ولدوا في هذه الحرب وبعضهم استشهد خلالها ربما كان الأطفال الذين استهدفتهم غارات التحالف في صعدة عاصمة المحافظة التي تحمل لإسمعينه من بينهم وفي مديرية غمر القريبة استشهد ثلاثة بينهم طفلا أيضا هذه المرة بقصف صاروخي ومدفعي للتحالف وفيما تكثف قصف التحالف وغاراته على محافظتي صعدة وحرض أعلنت الرياض مقتل رقيب وثلاثة من جنودها في نجران وجزان خلال اشتباكات على الحدود مع اليمن كذلك أفاد ترك المالكي الناطق باسم التحالف بتدمير منظومة الدفاع الجوي في مطار أبهى طائرة يمنية من دون طيار مؤكدا إعلان سلاح الجو اليمني شل الملاحة لساعات في هذا المطار بواسطة طائرة مسيرة الحدود بين اليمن والسعودية مسرح ساخن لاجتباكات يومية آخرها تلك التي تكبد فيها الجيش السعودي خسائر كبيرة بحسب مصادر يمنية لدى تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولتين تقدم سعوديتين عبر موقعي علب والثعبان الحدوديين دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أبرز المسؤولين الليبيين إلى المشاركة الثلاثة في مؤتمر دولي في باريس يمهد الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الحالي الرئاس الفرنسية أعلنت أن المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة يهدف إلى توفير الظروف للخروج من الأزمة عبر دفع الأطراف المعنية إلى تحمل مسودياتها ويشارك في المؤتمر رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالإضافة إلى ممثلين عن تسعة عشرة دولة أعلن عباس عرقتي مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلادها لن تواصل المفاوضات مع أوروبا إذا شعرت أنها تسعى لإضاءة الوقت في مفاوضاتها عرقتي أعلن أن إيران ستقرر البقاء في الاتفاق النووي من عدمه خلال الأسبوع القليلة المقبلة المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي اتهم الولايات المتحدة باللجوء إلى إرهابي منظمة مجاهد خلق لتحقيق أهدافها ضد إيران مشددان على أن أيديها ملطخة بدماء سبعة عشر ألف إيراني وأشدد على أن الأجهزة القضائية والأمنية ستتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة أمن البلاد يتي ذلك ردا على ما كشفته قناة MSNBC الأمريكية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن وعمدة نيويورك رادي جولياني تلقيا أموالاً من منظمة مجاهد خلق في إطار الترويجي لها كبديل للنظام في إيران تفاصيل جديدة تظهر مجدداً وتبرز مدى العلاقة بين منظمة مجاهد خلق الإرهابية المعارضة للجمهورية الإسلامية في إيران وكل من السعودية والمسؤولين الأمريكيين والهدف هو محاولة زعزعة استقرار إيران من الداخل وإسقاط النظام فيها فبعد تقرير مجلة فورين بوليسي الذي اعتبر أن تعيين جون بولتن كمستشار للأمن القومي الأمريكي يمثل أفضل هدية للمنظمة ها هي قناة MSNBC الأمريكية تبث وثائقياً تتحدث فيه مع عدد من المنشقين عن المنظمة ويظهر مدى العلاقة المالية بين السعودية ومنظمة مجاهدي خلق وبينها وبين بولتن نقلت شخصياً الأموال والذهب من السعودية إلى العراق لدعم مجاهدي خلق وقد فعلت ذلك عن طريق نقلها بثلاث شاحنات كبيرة تقدر حمولة كل واحدة منها من حويل طن الوثائق والشهود يؤكدون أن بولتن كان يتلقى من المنظمة الأرهبية رشاواً بهدف دعمها وتحسين صورتها في العالم وهو ما ترجمه لاحقاً بمشاركته شخصياً في احتفالها الذي أقمته في باريس عام 2016 مع عدد من القيادات والمسؤولين الأمريكيين الأساسيين حين ذاك وبحسب التقرير فأن المنظمة تدفع لجون بولتن ومسؤولين آخرين من بينهم عمدة نيويورك رودي جولياني بهدف فتح وتعزيز قنوات اتصالها بمراكز القرار الأمريكية ولسيما البيت الأبيض قلق المسؤولين في منظمة مجاهدي خلق زال عندما جاءت جون بولتن إنه رجلهم في البيت الأبيض وهناك صلاة وثيقة بينهم جورج بوش وجون مكين حصلا على الأموال من المنظمة عام 2004 وبعدها حصل الرئيس أوباما على بعض الأموال وهم يحصلون على ذلك كل سنة تقريباً كما أن المنظمة تدفع لبعض المسؤولين الأمريكيين مئات الآلاف من الدولارات من أجل أن يقدموا لهم الدعم والإشادة وقد حصل بولتن في الحد الأدنى على 180 ألف دولار فيما البعض الآخر تفاوتت المبالغ التي تقاضاها من جهتها أشارت مجلة فورين بوليسي إلى أنه على الرغم من العلاقة بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين وبين قادة المنظمة فإن الكثيرين يشككون في إمكانية استفادة واشنطن منها بعدما فر معظم أعضائها في إيران إلى الخارج فضلا عن بعد فكر المنظمة عن حياة الإيرانيين الاجتماعية والسياسية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يكشف عن أمله في أن تؤدي القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء عقود من المواجهة بين البلدين ويبدي في الوقت نفسه مخاوف بشأن أمن نظامه في حال وافق على نزع سلاحه النووي المزيد في التقرير التالي عهود واشنطن وضماناتها ليست محل ثقة حتى لو قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور تسير على نحو إيجابي فبين سياسة الصبر والتهديدات مضت بيونغ يونغ في خيار التخلي عن السلاح النووي بشكل كامل أعسى أن تكبح جماح الرئيس الأمريكي لكن كيم جونغ أون لا يثق تماما بوعود واشنطن حول توفير ضمانات أمية لبيونغ يونغ في حال سيرها في هذا الخيار وبحسب رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن فإن لدى الرئيس الكوري الشمالي بعض الشكوك حول ما إذا كانت بلاده تستطيع الوثوق بشكل تام بوعود الولايات المتحدة المتعلقة بإنهاء العلاقات العدائية وتقديم ضمانات أمنية في حال نزع السلاح النووي بالكامل هنا يحرص ترامب على الظهور بمظهر الواثق بالخيارات غير استضامية فيعلن أن الأمور تسير بشكل جيد باتجاه عقاد قمة بينه وبين كيم جونغ أون في سنغافورا في الثاني عشر من حزيران يونيو المقبل وكان البيت الأبيض قد أعلن أن فريقا أمريكيا سيتوجه إلى سنغافورا خلال أيام للأعداد للقمة المحتملة ويمضي التقارب بين الكوريتين فتتعهدان بعقد لقاءات متكررة في المستقبل وذلك في تصريحات تلت القمة الثانية التي شدد الرئيسان الكوري الشمالي والكوري الجنوبي خلالها على ضرورة تبادل الآراء من أجل تمهيد الطريق لإنجاح اجتماع القمة المحتملة واتفق زعيماء الكوريتين على عقد مباحثات رفيعة المستوى في الأول من حزيران يونيو وأكد تصميمهما على بذل الجهود من أجل تطبيق إعلان النوايا المعتمد في ختام القمة الأولى تظاهر المئات من أنصاري حزب البديل لأجل ألمانيا ضد ما أسمه غزو الأجانب وأسلمت ألمانيا وشهدت مسيرة حزب البديل في قلب العاصمة الألمانية بارلين هتافات دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الرحيل وسط إجراءات أمنية مشددة وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تأسس في عام 2013 ثالثة قوات سياسية في ألمانيا مستفيدا من المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد منذ العام 2015 أطفالنا بلدنا مستقبلنا هذا هو سبب وجودنا هنا ونحن الطرف الوحيد في هذا المشروع إنها بلد آبائنا وأمهاتنا ونريد أن نحافظ عليها كما نعرفها ونقول هذا لجميع الأطراف من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى حزب الخضر سنبقي هذا البلد كما هو اليوم تتميز مدينة باجأة تونسية بمخزون أثاري كبير يعود إلى الحضارات الرومانية والبيزنطية والإسلامية ومن هذه المعالم القصبة التي تختزل قرونا من الأحداث التي مرت عليها تقرير سميح البغاني من فوق هذبة تتربع وسط باشا تطل القصبة على كامل المدينة هنا في هذا المكان التقت أغلب الديانات السماوية وتعاقبت معظم الحضارات الإنسانية إنها القصبة تشد زائرها وتسحره بجمالها رغم أنها أصبحت آيلة للسقوط في العديد من أجزائها إلا أنها تتحدى الطبيعة بشموخها وتأبى الخنوعة هو عبارة عن البرج المركزي من جملة 22 برجاً كانت تحسن مدينة باجا باعتبار أن هذه المدينة بالأساس هي مدينة قلعة وهذا ما يمثل استثناء في العالم البيزنطي القديم حينما جاء الفتح الإسلامي حافظت هذه القلعة على وظيفتها الدفاعية لعبت القصبة بحكم موقع الاستراتيجي أهمية كبرى قديماً في حماية مدينة القمح والسنابل من التغاة والغزاة فهي تبدو كمركب متقدم يراقب من بعيداً كامل المدينة ويحرص سكانها من كل المخاطر معلم أثري يطمح المشرفون عليه إلى جعله مستقبلاً فضاء سياحياً وثقافياً يجسد تاريخ المدينة بكل تفاصيله المساحة واسعة مسرح أنشطة ثقافية تنجم تكون حتى فضاء عائلي توظيفها الثقافي لا شك فيهم أنها نوضفها في عدة أشياء ثقافية ويبقى هذا المعلم شاهداً على عراقة مدينة باجا وشاهداً على تاريخ حضاري ذاخر عنق ذات يوم ربوع الشمال الغربي لتونس القصبة معلم أثري يعود إلى التاريخ البيزنطي معلم يختزل تاريخاً عريقاً من الحضارات المتعاقبة على مدينة باجا وتعد القصبة من بين مئة موقع أثري يميز الجهة سميح البغانمي مدينة باجا شمال غرب تونس الميادين إلى العنوين مجدداً لا إله إلا الله ثلاثة شهداء في قصف الإسرائيلي شرق رفح وسرير قدس تؤكد أن المقاومة قادرة على تغيير معادلات الاحتلاف القضاء العراقي يعلن قبول الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والمفاوضية العليا تنفي بجانية التلاعب بالنتائج فسؤول الناس بقف مجايد خلق يكشف تلقيها أموالاً من الرياض ويؤكد أنها دعمت بولتن وجولياني مالياً المزيد من الأخبار وتقارير على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة